الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه الكلمة في دقائق قليلة إن شاء الله تعالى حول موضوع التسرع في التكفير لأنه أمر مهم وأمر خطير حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما فإن كان كما قال وإلا حارت عليه حارت عليه يعني رجعت عليه والإنسان اللي يقول له أخوه يا كافر المسلم الذي يكفر أخاه المسلم الكلمة هذه كلمة الكفر وإطلاق التكفير النبي عليه الصلاة والسلام قال فإن كان كما قال يعني فعلا يكون هذا الشخص المخاطب يستحق الكفر وإلا يعني إذا ما كان يستحق الكفر حارت عليه يعني رجعت على القائل الأول رجعت عليه كلمة الكفر والحكم بالتكفير هذا موضوع خطير جدا وده يدل على خطورة تكفير المسلمين بغير حق وأيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام ورمي مسلم بكفر فهو كقتله يعني كفرت مسلم بغير وجه حق ده زي الكتلتو مثل جرم القتل والقتل عظيم جدا من الكبائر العظيمة شاكد الإمام أحمد يقول لا أعلم بعد قتل النفس ذنبا أعظم من الزنا يبقى قتل النفس ذنب عظيم جدا حتى قال الله سبحانه وتعالى فيه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيمة سبحان الله فرمي المسلم بكفر تكفير المسلم بغير وجه حق زي جريمة القتل وزي الكبير العظيمة اللي هي جريمة القتل يبقى جماع من هنا النساء ما يتسرع في تكفير الناس لأنه حتى لو الإنسان قال كفرا أو فعل كفرا فإنه لا يكفر إلا بعد توفر الشروط وانتفاء الموانع زي ما قال الشيخ الإسلام بن تيمية لا يكفر المسلم الذي وقع في كفرنا وقال كفرا حتى تقام عليه الحجة الرسالية التي يعلم أن من وقع فيها أو أقيمت عليه كان كافرا مرتدا فالتكفير عنده شروط وعنده موانع تمنعه فإذا توفرت الشروط وانتفت الموانع عن الشخص الشخص الذي يراد تكفيره وكانه أصلا وقع فيه كفر وتوفرت الشروط وانتفى الموانع بعد ذلك يكفر ويكفر من ذاته كفروا العلماء ده منهجنا أن نحن نشأنا عليه والمنهج الذي يعني أخذ من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام بفهم الصلاة والصالح في موانع كثيرة منع التكفير منها الخطأ منها الجهل منها التأويل منها الكراه شوف النبي عليه الصلاة والسلام قال حكى قصة رجل الذي أضل راحلته في أرض فلات وعليها طعامه وشرابه فأيس من الحياة فسظل تحت شجرة وأيس من الحياة خلاص يعني ميت ميت وظن كده لأنه ما في لا أكل لا شراب ولا الدابل بتوصره وفي نصف الصحراء صحراب بعيدة جدا ما يقدر يصل والدابل بيصل بها ما في والطعام البي يتبلغ به والشراب كل ما في فإيس من الحياة أول ما قام لقد داب فقراص رجعت وعليه الطعام والشراب فقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك الكلمة دي الكلمة ككلمة حكمة شنو بالشراب كفر أكبر مخرج من الملة إنسان يقول لي ربنا أنت عبدي وأنا ربك لكن لأنه قام هناك مانع من تكفيري فلم يكفر فقال النبي عليه الصلاة والسلام أخطأ من شدة الفرح فالخطأ ده مانع من موانع التكفير وأمور كثيرة جدا يا جماعة فلذلك نوصي جميع الإخوة والشباب بالذات لأنه بكون عندهم حماس كان شباب سوداني ولا غير وإلا من رحم الله فالإنسان ما يستعجل والتكفير ده ذات حكم بيطلقوا العلماء لأنهما الأعلم بالشروط التي تتوفر وبالموانع التي تمتنع ما يزول ساكن فظاهروا شباب شباب أصطعنا عارفين أنهم ضليين مبتدعة وردين علىهم بدري واخواننا الدعاة ما قصر وردوا علىهم بدري فقعدين يكفروا هنا وهناك اللي يمدي يكفروا ما عارف ليك شنو وزير شنو يكفروا شنو يكفروا شنو وبين منهج المرجعة أيضا الغالين الخوارب يكفروا طوالي ما في شروط ما في موانع ما في غيره بكفروا طوالي يوم زي السرورية والأخوان المسلمين والمرجعة دي لص ما عندهم كفروا ذات يوم الآن الوقع في الإرجاء زي الصوفية وزي غيرهم وزي غيرهم ده مهما فعلت لو كفرت وسبيت الدين عديل ده ما عندهم تكفير أصلا وده كان الطائفتين دي على باطل أهل السنة والجماعة وسط بيقولوا في كفر وفي تكفير وفي ناس بيكفروا وفي ناس بيرتدوا صحيح لكن البعكم علىهم والكفر العلماء والعلماء ذاتهم ما بيحكم إلا بعد توفر الشروط وانتفاء الموانع فهذا هو المنهج الصحيح في هذه المسألة والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد وعلي صحبه